موسيقى بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني برنامجه الأسبوع الماضي بمشاركة جموع المصلين أداء صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشريف الحسين بن علي في العقبة واستمع جلالته والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها قاضي القضاء إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل والتي تناولت فضائل شهر رمضان المبارك والقيم الأخلاقية والسلوكية في الإسلام زار جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المديرية العامة للدفاع المدني وأعرب جلالته عن اعتزازه بمنتسبي الجهاز على ما يقدمونه من جهود احترافية دعوبة خلال أدائهم رسالتهم الإنسانية النبيلة حيث أشاد جلالته بالجهود التي بذلتها كوادر الدفاع المدني التي شاركت في التعامل مع الحريق الذي شبى بمبنى تابع لمستشفى فرح وقرب الإنسان والأسناد الوصف والله والآليات المتخصصة فيها كانت هي العون الكبير أن السيطرة عن الحادث في وقت قياس بلدام تبديك يا مرسل بلدام تبديك يا مرسل بلدام تبديك يا مرسل بلدام بلدام تبديك يا مرسل بلدام تبديك يا مرسل بلدام تبديك يا مرسل بلدام تبديك يا مرسل ترأس جلالة الملك اجتماعا للاطلاع على الجهود الحكومية لتنفيذ مبادرة صندوق تنمية المحافظات حيث أكد أهمية إجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنمية المحافظات لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين ووجه جلالته الحكومة إلى أعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة للأعوام الثلاثة المقبلة وقال جلالته إن تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة استقبل جلالة الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتين دمسي وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التي تهم البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية كما تم بحث مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط التقى جلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون حيث جرى بحث تطورات رهنة في المنطقة خصوصا جهود تحقيق السلام وتداعيات الأزمة السورية وأكد جلالته أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية أما فيما يتعلق بالأزمة السورية جدد جلالة الملك موقف الأردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي انتقالي شامل واستعرض جلالته ما يتحمله الأردن من أعباء كبيرة على موارده المحدودة والبنية التحتية من جانبه ثمن بانكيمون الجهود التي يبذلها جلالة الملك في السعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا الحرص على التنسيق والتعاون مع الأردن في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية استقبل جلالة الملك سينتور روبرت كوركر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في اجتماع تناول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام وأكد جلالته دعم الأردن لمساعي حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وأثنى السينتور كوركر على الجهود التي يقودها جلالة الملك لتحقيق الإصلاح الشامل والتدريجي في المملكة مشيدا بذات الوقت بالدور المهم لجلالته في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر